النهاردة هنقدر نحل مشكلة المصادقة الصنائية على الفيسبوك نفس ما بتظهر كده عزيزي المشاهد لو انت بتعاني من المشكلة دي ومش قادر تدخل الى حسابك يبقى الفيديو ده ليك الفترة الاخيرة دي عزيزي المشاهد فيسبوك بدأ يفعل المصادقة الصنائية بشكل تلقائي بدون ان انت تفعل اصلا المصادقة الصنائية ولما بتيجي تدخل على صفحتك بيطلب منك كود والكود ده للاسف انت مش عارف تجيبه منين ممكن يطلب منك الكود على الخط بتاعك او يطلب منك الكود عن طريق تطبيق المصادقة الصنائية وللأسف مهما تحط اكواد برضو مش عارف تدخل الى حسابك فالنهاردة هنقدر نحل لك المشكلة دي بكل سهولة لو انت بتعاني من مشكلة المصادقة الصنائية طيب بدون ما نتكلم كتير في المقدمة اكتر من كده كل اللي انا محتاجه منك ان انت تصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام علشان ربنا يكرمني ويكرمك انت كمان علشان نفهمك المشكلة بتاع النهاردة بشكل اسرع النهاردة هنقدر نحل مشكلة ان الكود مش بيوصل على الخط بتاعك انت علشان تقدر تدخل الرقم ده وتقدر تدخل الى حسابك مرة اخرى فتابع شرح للنهاية علشان تستفاد ولو انت لسه بتعاني من المشكلة دي يا ريت تكتب لي كومنت فيه التعليقات وباذن الله هرد عليك في اسرع وقت ويلا بينا يلا بينا زي ما انتو شايفين كده كاتبين رقم التليفون وكلمة السر وعايزك تركز في رقم التليفون ده لان ده اثبات ان احنا بنضغط نحل المشكلة دية اللي بقيت بتظهر على معظم الصفحات بمجرد ان احنا بنضغط على كلمة تسجيل دخول بتبدأ تظهر مشكلة بتظهر مع معظم مستخدمين فيسبوك الفترة الاخيرة دية وهو بيطلب منك رمز المصادقة الصينوية وانت اصلا مش مفعل المصادقة الصينوية عندك تمام طيب لو ضغطنا على كلمة تجرب طريقة اخرى دية هنا بيقول لك ارسال عن طريق الواتساب او رموز احتياطية طيب انت اصلا مش مفعل المصادقة الصينوية عندك يعني المشكلة دية بدأت تظهر على الحسابات الفترة الاخيرة دية انت اصلا مش مفعل المصادقة وبيطلب منك رمز المصادقة تمام واحيانا كمان بيطلب منك رمز المصادقة عن طريق تطبيق المصادقة السنية طيب لو انت بتظهر معك المشكلة دية ولسه مستمرة لحد الان ياريت تكتب لي فيه التعليقات وعايزك تركز في شرح النهاردة تمام زي ما انتو شايفين كده هنرجع الى صفحة التسجيل دخول مرة اخرى وبعد كده هنضغط على حاجة اسمها نسيت كلمة السر اللي هي تحتها خالص دية تمام هتبدأ تفتح معاك الصفحة دية هنا عزيزي المشاهد بيطلب منك ان انت اتدخل راقم التلفون الخاص بك بس احنا هنضغط على كلمة بحس باستخدام بريد الاكتروني اللي هي تحت دية تمام هنا بقى عزيزي المشاهد اتركز معايا بعد اذن حضرتك تمام هنا هنحط اسم صفحة الفيسبوك اللي هي احنا عايزين نفتحها تمام فاحنا دلوقت هنضغط على اسم الحساب زي ما انتو شايفين بعد كده هنضغط على متابعة تمام الموضوع سهل جدا وبسيط جدا جدا بيبدأ يفتح لك معظم الصفحات اللي هي بنفس الاسم تمام فاحنا دلوقت هنبدأ نختار الصفحة اللي احنا عايزين نفتحها صفحة الشخص اللي احنا عايزين نفتحها تمام فاحنا دلوقت هنختار اول صفحة اللي هي المرادة اللي احنا عايزين نفتحها هنضغط عليها بالشكل ده بيبدأ يفتح معاك الصفحة بالشكل اللي انتو شايفينه ده هنضغط احنا على كلمة جرب طريقة اخرى بعد ما تفتح معاك الصفحة دية هنا بيطلب منك عدة مراحل فاحنا دلوقت هنبدأ ان نضغط على ادخال كلمة السر للتسجيل دخول اللي هي تحت دية هنبدأ نضغط עלها وبعد كده هنضغط على متابعة هنا بيطلب منك كلمة السر الخاصة بصفحة الفيسبوك فاحنا دلوقت هنبدأ نعمل لسك لكلمة الصفحة الفيسبوك بعد كده هنضغط على تسجيل دخول فالموضوع سهل جدا جدا وبسيط بمجرد ان انت بتظهر معاك الصفحة بيتم تسجيل دخول وموضوع سهل جدا جدا وتم تسجيل صفحة الفيسبوك زي ما انتم شايفين كده بمجرد ان احنا نضغط على الصورة وبعد كده نضغط على الاسم هتلاقي نفس الاسم اللي انت شفته في بداية الفيديو ده الاسم اللي احنا فتحناه عزيزي المشاهد فالموضوع سهل جدا وبسيط جدا جدا وتقدر انه تتنفذ الطريقة دي خطوة بخطوة ولو ما عرفت اجتنفذ الطريقة دي وعيزني انا احل لك المشكلة دية تقدر تتواصل معايا وان شاء الله ان اقدر نحل لك مشكلتك في اسرع وقت يعني في خلال عشر دقايق ويمكن اقل كمان تمام بس بشرط ان احنا بناخد مقابل اتعبنا مع حضرتك يعني تمام يعني احنا بنحل المشكلة دية بمقابل مادي تقدر ان انت تتواصل معايا عن طريق الرابط اللي انا سايبه لك فيه صندوق الوصف وان شاء الله ان يقدر نحل لك مشكلتك في اسرع وقت وبس كده خلص الفيديو بتاع النهاردة يا رب لو عجبك تعمل اللايك الجميل والاشتراك في القناة واما حاجة ما تنساش ان انت تصل على النبي عليها افضل الصلاة والسلام وبس كده سلام